السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاتحاد الافريقي يفجر مفجأة بشأن عقوبة برونو سافيو ومدى ضيابه عن الملعب جشف العالمي محمد شابانا عن مفجأة مدوية بشأن عقوبة البرازيلي برونو سافيو مهاجم النادي الاهل الجديد ومدى ضيابه المنتظرة عن الساحر المستديرة وتحدث شابانا خلال انتصرحات له حيث قال سافيو عنده أزمة كبيرة بشأن العقوبة المنتظر توقيعها عليه من جانب المحكمة الرياضية في بوليفيا وضف البرازيلي اعتدى على الحكم ولكن الجديد هو أن اللوائح المتواجدة في الاتحاد الدولي لقرة القدم الخاصة بالانضباط والسلوك تسريفه أي نادي يلعبه اللعب في العالم ووصل سافيو لم يمتسل للتحقيق أمام المحكمة الرياضية وتواصلت مع رئيس لجنة الحكام في بوليفيا عن طريق الإيميل وعبر خاصية الفيديو وابلغنا أن اللعب أخطأ بالفعل واستطرد قائلا قال لنا أن العقوبة في مثل هذه المواقف تتراوح بين ستة شهور إلى سنة كاملة إيقاف عن ممارسة قرة القدم وأكمل إذا امتسل اللعب لتحقيق وقدم اعتذار للحكم يسمح له بالحصول على الحد الأدنى من العقوبة وآتما ستكون كارثة في حال غياب اللعب سافيو عن الأهلي هذه المدة التي قد تصل إلى سنة في ظل التعقد معه لمدة ثلاث مواسم بقيمة مالية مرتفعة أزمة كبيرة للأهلي تواصل شبانا مع رئيس لجنة الحكام في بوليفيا واعترف بأن عقوبة سافيو بعد اعتداءه على حكم اللعب معرض للإيقاف لمدة سنة كاملة وشبانا ينفعل أين الأهلي من هذه القصة ما تهزرش يا أهلي حدث أول صدام بين سويسري مارس الكولار المدير الفني الجديد لنادي الأهلي ورجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح والأعضاء زكريا ناصف وحسام غالي وقررت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء فتح ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد تحديدا بعدما أكد نادي أمبيا على عدم رفضه التفريد في محمود جيد